هل رقائق الذهب اللي بيضعوها على المأكلات والمشروبات ذهب حقيقي؟ يعني هل الناس الثرية بتتناول ذهب حقيقي في وجباتها المختلفة؟ طيب كيف بقوموا المصانع بتحويل سبائك الذهب إلى رقائق ذهبية رفيعة صالحة للأكل؟ وهل رقائق الذهب التي تؤكل مضرة على صحة الإنسان؟ وهل بتقدم أي فوائد صحية؟ كل هاي التفاصيل رح نشاهدها ونتعرف عليها اليوم ورح نعرف شو بقول العلماء حول أكل الذهب هل هو حلال أو حرام؟ السلام عليكم أنا سيوم مشتاه وبرحب فيكم قبل أن نبدأ لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واكتبوا لي بالتعليقات عن شو حابين أعمل بالحلقات القادمة الناس اللي معها أموال أحيانا بتشعروا بالملل لأنها بتأكل نفس الأطعمة فبتصير تبحث عن شيء جديد حتى لو كان شيء مجنون لهيك ظهرت العديد من الأكلات العالمية المزينة بالذهب كتير مطاعم بتقوم بتقديم أغلى أنواع الحلويات في العالم مثل بوضة بقيمة ألف دولار تعلوها ورقة من الذهب عيار 23 قرات صالحة للأكل وبعض المطاعم الأخرى ممكن تقدم السوشي المغطى بورق الذهب أو الكعك المغطى برقائق الذهب 24 قرات وغيرها وقد وصل الهوس العالمي إلى العالم العربي أيضا فيمكنك العثور على الذهب ممزوجا في رغوة الكابتشينو أو مخفوقا في مشروب الكوكتيل الخاص بك في كثير من الدول العربية وبتراوح سعارها مثلا بين 45 دولار مقابل قطع الدجاج المغطى بالذهب 75 دولار مقابل كابتشينو الذهبي 99 دولار لبورقر مغطى بأوراق الذهب كابكيك ذهبي بقيمة ألف دولار وغيرها من الأسعار سألت نفس السؤال قلت معقول يا سامي هذا الذهب حقيقي ولا لا طيب شو الفائدة منه طيب ليش الناس بتأكل أوراق الذهب ووجدت أنه بالفعل الذهب الذي يوضع على الأكل ذهب حقيقي ورح نشاهد الآن كيف بتم صناعة رقائق الذهب الصالحة للأكل في داخل المصانع لكن الفرق أنه الذهب المستخدم كمجوهرات بيضيفه عليه عدة معادن أخرى عند تشكيله أما الذهب القابل للأكل فهو الذهب خالص تماما ذهب عيار 24 أو عيار 23 كحد أقصى ويتم اختبار درجة نقائه التي لابد أن تكون 99 فارزة 9% عند تصنيعه يعني يا جماعة الناس بتأكل الذهب خالص يعني عن جد بتستغرب من تفكير العالم والناس طيب خلونا نشاهد كيف بصنعوا رقائق الذهب الصالح للأكل البعد رح نحكي هل تناوله مضر على الصحة ولا لا طبعا يكون الذهب الصالح للأكل إما على شكل مسحوخ يعني بودرة أو على شكل أوراق ذهبية رفيعة جدا اليوم رح نشاهد كيف بصنعوا أوراق الذهب من المعروف أنه الذهب في حالته النقية بكون عبارة عن معدن أصفر لامع قابل للتمدد لين ومرندا يمكن العثور عليه بالشكل الحرف الطبيعي ومعالجته بسهولة هذا المصنع يصنع رقائق الذهب النقي 24 قراط قابلة للأكل ويمكن استخدامها لتزيين الأطباق وإضافة شعور بالفخامة إلى طاولة الطعام الخاصة بك ويمكن استخدامها للأفاف الفاخر المرسع بالذهب خلونا نشاهد كيف بصنعوا الأوراق الذهبية أول خطوة بتم صهر الذهب النقي الخالص عيار 24 قراط على درجة حرارة أكثر من ألف درجة مئوية تتغير عندها حالة الذهب من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بعدها يصب في قالب صغير ويجفف فيخرج قالب الذهب صغير تكون قيمته حوالي 6000 دولار وبكون وزنه 120 جرام بيقدروا يصنعوا من هذا القالب من 1000 ل 6000 ورقة حسب سمك الورقة المطلوب بعدها يسحب الذهب من خلال ضغطه بواسطة استوانة حتى يصبح رقيق جداً لينتج شريط طويل يجري تسخينه بشكل متكرر وضغطه ليزداد رقة بعدها بيستخرجوا الشريط الذهب الرفيع وبتم تقطيعوا لمربعات صغيرة تمهيداً لتحويل هذه القطع الصغيرة إلى أوراق ذهبية أكبر الفكرة ببساطة أنه بتم وضع جزء بسيط من الشريط الذهب بين أوراق خاصة تتحمل الطرق ويتم الطرق عليها باستمرار فتتمدد وتصبح ورقة رفيعة جداً لكن بحجم وأبعاد أكبر بيضع حزمة من أكثر من 300 قطعة فوق بعضها البعض وتتعرض هذه الحزمة للطرق المستمر من خلال آلة خاصة سريعة في الطرق طبعاً يمكن استخدام الطرق اليدوي أيضاً بمطارق عدة أحجامها من 2 حتى 8 كيلو جرامب طبعاً الطرق المتواصل بيستمر من 50 دقيقة إلى ساعتين ونصف وهذا يختلف حسب هل المطرقة مثلاً يدوية أم آلية وبحسب سموك ورقة الذهب المطلوبة بهاي الطريقة تتمدد قطعة الذهب فتخرج ورقة الذهب المعروفة الصالحة للأكل التي توضع على المأكلات المختلفة لتزينها ويكون وزن الورقة لا يعادل إلا وزن شعرة وتكون حساسة جداً فبعد ترقيق الذهب يتم تهذيب الورقة من الأطراف لتصبح مربعة الشكل بعدها يتم وضع الذهب المرقق بين أوراق ويباع بهذا الشكل لكن يجب التعامل معه بحذر لأنها بتكون الورقة حساسة جداً وسرعان ما تتمزق وترفع من خلال ملاقط للحفاظ عليها من التمزق وهي الأوراق إما تستخدم فيما بعد كأوراق للأكل أو تستخدم لإضافتها على بعض القطع النادرة التي ترصع بالذهب مثل الأواني وقطع الأثاث المطلية بالذهب السؤال المهم الآن هل الذهب الصالح للأكل إليه طعم مميز؟ الغريب أن هذا الذهب لا طعم له ولا يقدم أي قيمة غذائية إلا أن تناوله يحظى بشعبية كبيرة لكن الناس يمكن أن تنجذب للأكلات المكسوة برقائق الذهب لأن الرقائق تضيف بريقاً ذهبياً إلى قمم الحلوى والكابكيك والمشروبات والحلويات الهدف هو إظهار الغنى والثروة وهذا التفاخر من شيء حديث تم استخدام الذهب الصالح للأكل منذ العصور القديمة أضاف الملوك في كثير من الأحيان الذهب إلى أطباقهم لإظهار ثرواتهم وأقدم دليل على استخدام الذهب الصالح للأكل كان لدى قدماء المصريين من المعروف أن النبلاء أرادوا أن يربطوا أعيادهم بالفخامة وهل كانت هناك طريقة لعرض ثرواتهم أفضل من استخدام ألواح ورقائق الذهب على الأطعمة؟ بما أن رقائق الذهب الصالحة للأكل التي تضاف إلى الأطعمة ذهب حقيقي السؤال الآن هل تناول الذهب آمن على صحة الإنسان؟ هل له فوائد معينة مثلاً بتشجع الناس تضيف الذهب على أطباقها؟ من المعروف أنه تم ترخيص الذهب الصالح للأكل من خبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمضافات غذائية حسب ما بتقول المصادر يعتبر الذهب عنصراً خاملاً كيميائياً بمعنى أنه يمر عبر الجهاز الهضمي دون امتصاصه ولن يتفاعل مع المواد والمركبات الكيميائية الأخرى بطرق خطيرة يعني ببساطة هو آمن للأكل ولا يستهلك من الذهب سوى كميات صغيرة منه وسوف تمر من خلال جهاز الهضمي ليتخلص منها كما هي وهو متوفر في صورة ألواح ورقائق لكن يجب الالتزام بمعايير جودة عالية ليتم استهلاكه حيث تحتوي الإصدارات الأرخص على شوائب فمثلاً يجب أن تكون درجة نقاء الذهب الصالح للأكل 23 إلى 24 قراطاً أعلى من تلك المستخدمة في المجوهرات فهو ليس نفس الذهب التي تجده في مجوهراتك والذي قد يحتوي على معادن أخرى ويمكن أن يكون ساماً وخطيراً إذا تم استهلاكه صحيح سمحت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية باستخدام الذهب الخالص في الأكل لكن وضعت شروط دقيقة له ورغم ذلك لاحظ الفريق ألو البيانات المتعلقة معناصر الذهب غير كافية لتقييم المخاطر طب السؤال هل تناول الذهب الصالح للأكل يوفر أي قيمة غذائية؟ صحيح أنه الذهب الصالح للأكل آمن وغير دار لكن لا توجد له أي فوائد غذائية أو صحية فهو مثلاً ليس له مذاق أو سعرات حلالية أو حتى تاريخ انتهاء صلاحية وأخر سؤال معنا في الحلقة هل يجوز أكل الطعام المزين بالذهب؟ خلونا نشوف شو بتقول المصادر ونبدأ مع موقع الإسلام سؤال والجواب يقول لا حرج في ذلك دون سرف ولا مغلاء إذا لم يكن فيه ضرر أيضاً موقع إسلام ويب يقول إذا كانت تلك الزينة الذهبية يسيرة القدر بحيث لو عرضت على النار لم يخلص منه شيء فالحرج في أكلها أما إن كانت تلك الزينة لها قدر محسوس بحيث لو عرضت على النار تحصل منها على شيء فلا يجوز أكل الحلوى المذكورة أيضاً بعض العلماء اختلفوا في إجازة أكل الذهب أو شربه شرعاً إلى قسمين القسم الأول أجاز في عدد من علماء أكل الذهب لوحده أو إذا كان مختلطاً مع الطعام أو الشراب لكن ضمن شروط منها أن لا يكون في ذلك ضرر على صحة الإنسان وتكون كمية الذهب يسيرة القدر وغيرها من الشروط اللي ذكرتها قبل قليل من إسلام ويب القسم الثاني من العلماء حرم تناول الطعام أو الشراب الذي يوضع فيه الذهب أو مسحوق الذهب لسببين الأول أنه في أكل الذهب إسرافاً وتضييعاً للمال الثاني أنه في أكل الذهب كسر لقلوب الفقراء والمساكين وهذا يسبب حقداً وضغيناً وقد يترتب على ذلك مفاسد تتسبب في تفكك المجتمع المسلم ورح أترك لكم روابط المصادر في التعليقات وبهيك منكون حكينا كل شيء عن الذهب الصالح للأكل في الختام لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة